بعد انسحاب القوات الأبريكية من أفغانستان ذهب وفد صيني إلى أفغانستان للبحث عن المعادل وجدوا أن أفغانستان هي الدولة الأولى في العالم وتحتوي جبال أفغانستان على مادة الليثيوم مادة الليثيوم التي تتكون من بطاريات الليثيوم أو تدخل في صناعة بطاريات الليثيوم كميات كبيرة جدا وجدت في أفغانستان من هذه المادة لما إيلون ماسك قام بعمل أول ما صنع له لسيارات الكهربائية وطبعا هذه السيارات الكهربائية تستخدم مادة الليثيوم البطارية مادة الليثيوم كان سعر البطارية لا يتجاوز 3000 إلى 7000 دولار اليوم سعر البطارية تجاوز 70 ألف دولار ليش؟ لأن مادة الليثيوم مادة نادرة في العالم الآن تم اكتشاف كميات كبيرة جدا في أفغانستان بعد ما سعر بطاريات الليثيوم أو مادة الليثيوم وصل إلى 70 ألف طبعا حجم البطارية وصل إلى 70 ألف قام إيلون ماسك بإغلاق عدة كبير من المصانع ومن ثم تراجعت أسهم شركة تيسلا إلى مستويات ضعيفة جدا وإيلون ماسك في تصريح له قال يجب على الدول أن تستثمر في الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة اللي قلقوا قصده أن طاقة نووية طبعا هو هدف من هذه التغريدة طبعا هدف اقتصادي به وهو أن السيارات الكهربائية عندما تقوم بشحن الكهرباء الكهرباء هذه منين جاية؟ أما أنها جاية من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالمشتقات النفطية أو من محطات الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة النووية فالطاقة النووية بالعادة تكون أرخص لذلك السيارات الكهربائية ستكون أرخص وبالتالي يقوم بالحصول على الأرباح كبيرة من إنتاج وبيع السيارات الكهربائية لكن السيارة الكهربائية من الدعمية إلى الدعمية كل المواد اللي فيها تصنع من المشتقات النفطية سواء من البتروكماويات أو المشتقات النفطية التي تصنع بعد تكرير النفط سواء من الدعمية للمشتقات النفطة للمشتقات النفطية اشتركوا في القناة